اشتركوا في القناة طرق تصحيح الأخطاء عندي طريقتين طريقة مطولة وتسمى غير مباشرة وهي يلغى القيد الخطأ بالكامل الغي ومن ثم راح أسجل القيد الصحيح هذه الطريقة المطولة أما الطريقة المختصرة وتسمى المباشرة وهي تصحيح بقيد واحد فقط وليس بقيدين تصحيح الحساب الذي وقع عليه الخطأ من خلال سحب المبلغ الذي دخل عليه أخذ مثال على خطأ محاسب في أحد العمليات المالية وأقول اشترت المنشأة معدات على الحساب من شركة الصالح بمبلغ 13 ألف المحاسب قيد هذه العملية في الدفاتر اليومية كالتالي 13 ألف من حساب المعدات 13 ألف إلى حساب الصندوق ما هو الخطأ الذي وقع فيه المحاسب الخطأ هنا المنشأة لم تدفع المستحق عليها وإنما كان المستحق بالأجل على الحساب والمحاسب قيد العملية المالية وقال إلى حساب الصندوق وكأن المنشأة دفعت المستحق عليها نقدر طيب أنا كيف صحح هذا الخطأ الذي وقع فيه المحاسب بالطريقة المطولة الغير المباشرة راح ألغي القيد الخطأ اللي هو كاتبة عن طريق العكس عكس القيد المكتوب فبقول 13 ألف من حساب الصندوق 13 ألف إلى حساب المعدات وبعدها راح أكتب القيد الصحيح 13 ألف من حساب المعدات 13 ألف إلى حساب المورد الصالح عكست القيد وبعدها سجلت القيد الصحيح أما الطريقة المختصرة القيد الخطأ هذا الكاتبة 13000 من حساب المعدات 13000 إلى حساب الصندوق الحساب الخطأ الذي وقع عليه هو الصندوق فأنا عند التصحيح بالطريقة المختصرة راح أسحب من الصندوق 13000 وأنزلها في حساب الصالح تمام فبقول 13000 من حساب الصندوق 13000 إلى حساب المورد الصالح مثال آخر دفعت المنشأة مصروف كهرباء وماء 400 بشيك قيد القيد أو العملية المالية 400 من حساب مصروف كهرباء وماء إلى حساب الصندوق الخطأ شنو؟ الخطأ هنا دفعت هذه الفاتورة 400 بشيك عن طريق البنك بينما المحاسب دفعها عن طريق الصندوق بالخطأ في الدفاتر اليومية إذن رح تتبع الطريقة المطولة لتصحيح القيد وهي إلغاء القيد المكتوب العكس 400 من حساب الصندوق 400 إلى حساب مصروف كهرباء وماء عكس تلقيد زين رجعت كل شي على طبيعتها الآن في الحسابات وأصح القيد بالطريقة الصحيحة 400 من حساب مصروف كهرباء 400 إلى حساب البنك أما الطريقة المختصرة هنا القيد الخطأ 400 من حساب مصروف كهرباء وماء 400 إلى حساب الصندوق رح أخذ من الصندوق 400 ريال وأوديها إلى حساب البنك فأقول 400 من حساب الصندوق 400 إلى حساب البنك شكرا لحسن استماعكم بحمد الله تعالى تم الانتهاء من شرح مقرر مبادئ المحاسبة شكرا للمشاهدة